ولا واحد هاي الشوارع شوفوه وارغه يبدو أن ساسة العملية السياسية لم تصل لهم الرسالة التي بعثها الشارع العراقي من خلال مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات أو إنهم يحاولون حرف مضمون هذه الرسالة باتجاه نعتادوا أن يسلكوه لتبرير فشلهم ومحاولة إشغال العراقيين بمربع الطائفية الذي جاءوا منه رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني خلال افتتاحه جسر للمشات بين منطقتين الكاظمية والإقراعات ببغداد يعود مشروعه لزمن حكومة الكاظم عام 2019 حاول أن يعزف على وتر النشاز وأن يزيف الحقائق بالحديث عن أسباب ودوافع تسمية هذا الجسر بجسر الحرية طبعا اخترنا اسم جسر الحرية لاحتبارات ودلالات لهذه الكلمة لأن هذه المنطقة كانت في زمن النظام المقبور ممنوعا تتواصل بين القريعات والكاظمية كذلك الزائر يتوجه إلى أشهر سجين في التاريخ هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام يتجاوز السوداني في حديثه هذا حقيقة مفادها أن بغداد لم تقسم إلى كانتونات ولم تقيد حركة ساكنيها إلا في فترة الحكومات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي بل ويقفز مرة أخرى ليستدعم الروايات التاريخ ما يتناسب مع الأجندة التي تروج لها الأحزاب الطائفية لكن صورة ذات المشهد لبغداد تكشف بحسب ناشطين عما وصلت إليه المدينة اليوم حيث تحولت إلى خراب بعد أن أمسك بها الفاسدون لذلك هنيئا لكم من خسرت بغداد وغدا سوف تخسرون البصرة هنيئا لكم يتباك القيادي السابق في حزب الدعوة غالب الشابندر على ما يسميه ضياع بغداد من أيدي الأحزاب الشيعية فليس المهم عند هؤلاء الحال الذي تكون عليه بغداد بل مع من تكون زمام الأمور فيها وإن كانت المدينة وأهلها هم ضحايا الصراع وتدوير الوجوه أحزاب امتهنت الكذب والخداع تتصارع في انتخابات لا يشارك فيها إلا أنصارها والمستفيدون منها في عملية انتخابية تغيب عنها النزاهة والتنافس الشريف لتتحول بغداد وسائر محافظات العراق إلى ميدان مفتوح ليس لخدمة أهلها والنهوض بواقعها المزري بل للحفاظ على مصالح تلك الأحزاب والحصول على مزيد من المكتسبات